موسيقى مساء السعادة عليكم طيب احنا بنتكلم على اللي حصل النهاردة قالوا وهو انه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية للحكومة طيب ما بين قصير اللي جار النهاردة ده تقدر تسميه بقلب جمد جدا طفرة مصرية في حفظ البيانات والتكنولوجيا الرقمية والسحابية هنا بقى لازم يبقى فيه عندنا سؤال نبدأ به الفقرة بتاعتنا ايه الفرص المتاحة للانجاز في المجال الرقمي وازاي نقدر نعظم استفادتنا من هذا المركز خلوني ارحب جدا 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 بضفن العزيز دكتور عبدالوهاب جنيم خبير التحول الرقمي ونائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجمع الدول العربية ومستشار كلية كيمبرج الدولية البريطانية اهلا بيك دكتور اهلا اهلا مساء المعنين ده ده بقى في صميم العمل كده زي ما بتقاله في صميم الخبرة الطويلة النهاردة يوم تاريخي لمصر كلها والمنطقة العربية اوكي ليه بقى ليه هقول لحاجة حاجة مراكز المعلومات الضخمة للحوسبة اه يعني السحابية او الغيمية بشكل عام كانت حكرة الى حد كبير جدا على الدول العظمة ما يعني ما بتديش تكنولوجياتها ليه فيها بعض الاجزاء من تطبيقات الزكاية الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة التولز دية الادوات دي مش بيدوها بسهولة الشركات المالتي ناشنال للدول النامية دي نقطة النقطة التانية تكلفتها مليارات الدولارات دي نقطة الحقيقة يعني 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 انا معاصر الموضوع من بداياته فخمطة رئيس عفتاح السيسي من 2018 لما اعلن مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية كان من اهم الخطوات او المحاور او المرتكزات تطوير البنية التحتية الرقمية وده جزء مهم جدا ما تطوير البنية دي معناها ايه جعل مصر كلها رقمية يبقى لازم يكون عندك فيبر اوبتيكس مغطية مصر كلها احنا دولة عميقة غير الدول الجديدة كان كل الكابلات عندنا نحاسية من سنة 1800 وشوية وابداية القرن الماضي في دول بقالها 30-40 سنة بدأ فيبر اوبتيكس من جديد طيب انت تتخيل ان انت عشان تحول خريطة جمهورية مصر العربية تفحط الشوارع وتسحب الكابلات النحاسية وتستبدلها كابلات فيبر اوبتيك من غير ما تتوقف الخدمات دي عملية صعبة لانها لم يكن لها مخطط لها من قبل لا انت دولة من 1800 طبعا بالزبط يعني احنا مثلا بسكة الحديد احنا بسكة الحديد كنا تاني دولة في العالم احنا كان عندنا التلغراف قبل التليفون من ايام اه اه اسرة محمد علي وبالتالي ده بيبقى جهد كبير غير الدول اللي بدأت جديد دي اول نوع صح طيب دي خادت مجهود ضخم جدا ومليارات دي اول خطوة ما انت لازم يكون عندك بنية تحتي طبعا طيب عملت البنية دي هل غطتها مصر كلها مش هتقدر تغطي مساحة اكتر من مليون كيلومتر مربع بقالياف ضوئي طب روح تمطلع الامر الصناعة تيبة واحد عشان يغطي المناطق الحدودية اللي مش متغطية في فيبر اوبتيك كويس قالياف ضوئي دي كان لازم اي بي سي يعني انت النهاردة بترمي اساس للبيت طيب لما عملت الاساس دوت وصلت فيها اللي سرعت الانترنت اللي كانت بطيئة جدا جدا خمسة ميجا بيت بر ساكند وصلت النهاردة في المنازل والمنشآت السابتة تلاتة وستين ميجا بيت بر ساكند يعني ضعفت تلاتاشر ضعف وبهذه القفزة بقيت رقم واحد في افريقيا في الانترنت السابت وحدي يقولي يعني انت رقم واحد في افريقيا مش في العالم انت رقم واحد في قرتك اللي فيها 54 دولة وفيها دول متقدمة طيب ده خدمة جود كبيرة طيب الخطوة اللي قابليها كنا ايه بقى كمان كان عندي 114 جهة حكومية سواء وزارة او هيئات او مؤسسات كل واحد عامل بتاعه مركز البيانات بتاعته تكنولوجيا مختلفة فيها تطبيقات مختلفة وما فيها السيكوريتي عالية واخد بال حضرتك لما جيت النهاردة تربط الحكومة مع بعض مارديوسر تربط وتكنولوجيات مختلفة واخد بال حضرتك تكلفة ده بيشتري نفس اللي بيشتري ده زي ده يبقى اشتريت ابل كيشن معينة 414 مار شوف تكلفتها دي هنا معين ناس تشغيل وهنا معين ناس تشغيل هنا معين ناس مبرمجين ومعين طب انت النهاردة كان لازم تعمل مركز حكومي ضخم يستوعب بيانات الدولة كلها النهاردة تقليف التقرير حجم البيانات المخزنة في هذا المركز 40 بيتا بايت يعني منتكلم على الميجا والجيجا والتيرا والبيتا يعني تقدر تقول 40 مليار مليار حرف وقبل الزيادة طب كان زمان كل جهة من ال 114 دولة عنده مركز معلومات يعني على قده عنده بعض الابليكيشنز للموارد البشرية للحسابات للمشتريات للمبيعات وهكذا عنده 345 سيرفر ده بس محتاجين عقود صيانة محتاجين تحديث وهكذا لا انت النهاردة المركز ده فيه اكتر من 1000 سيرفر على احدث مستوى خزنتي فيه كل بيانات الدولة ارشفتي فيه البيانات اللي لازم تتقرشف زي القضايا وزي السجلات التاريخية وغيرها ارشفتي فيه ما يقرب من نص مليار ورقة او مستند تاريخي ارشفتهم لي لانك قد تستعمل معهم ديجي طبعا احيانا بتحتاجهم يعني احنا مثلا في المعركة القانونية مع طابة ما احنا رجعنا لارشيف طبعا ورجعنا لارشيف الهندي والبريطاني والعثماني والعثماني وهكذا ما انت نهاردة بقى عندك ارشيف دايب لما عملت هذا المبنى فخمط الرئيس قال انا عايز مبنى يسعى للمستقبل ومؤمن تماما المبنى ده تحت عمق الارض 27 متر على مساحة ما يقرب من 40 الف متر عمول الحساب المستقبل في السيرفرز دي كلها جميع الموظفين او الفنيين او المهندسين بيشتغلوا من جوا المبنى من خارجه مؤمن بطبقات من ابليكيشنز الخاصة بامن وسرية المعلومات انا عندي عندي هنا فيزيكال سيكوريتي المبنى ودد الزلازل والبراكين وغيرها وغيرها وهكذا طب عملت له محطة طاقة كهربائية مخصوصة ليه ليه بجانب كده واخد طيار كهربائي من اكتر من محطة اخرى كبديلة بجانب كده عنده سيستم من الجنريتور والبطريات لو كل المصادر دي قطعت يشتغل انت بتعمل احتمالات يا اساس يوسف لكل مفيش حاجة بتسيبها اللي بلان اي وبي و سي ودي حلو ديسته مكملناش باي عندك باكب ايوه عندي المركز ده كلف مليارات عملت مركز زيه في مكان ما متكلف مليارات زيه باكب عشان لقدر الله لو حصل ده حصل شيء انا مفيش حاجة عندي راحة عندين حاجة اسمها النظمة التي لا تتوقف فيش حاجة اسمها ايه اصله حصل وحصل ومش عاملين حسابه طيب طيب ايه بقى الفكرة ان دخلنا فيها الحوسابة السحابية او الحوسابة الغيمية الحوسابة الغيمية او الحوسابة السحابية هي اسلوب جديد في ادارة مراكز البيانات هي بتبقى امبريلة كبيرة بيتقال ساعتها ان انا تسمح لي اخزم بيانات على الاف السيرفرز ديت تسمح لي اشغلهم باكتر من نظم تشغيل من بلاتفورمز مختلفة تسمح لي ان احط تطبيقات مختلفة كتيرة جدا واقدر اشغل الجزء ده للحكومة دي والجزء ده للوزارة دي والجزء ده اقجره لشركات خاصة والجزء ده اقجره لدول صديقة استضيف من عندها بيانات احنا قبل ما نعمل هذا المركز كان معظم الشركات القطاع الخاصة في مصر كانت بتعمل استضافة لبياناتها في مراكز معلومات في الهند او في اوروبا او في امريكا طب واحد يقول لي بيعملوا ليه كده منت عشان تعمل مركز معلومات لشركة يقولك ايفرد قالك مثلا اتكلف نصف مليار هتقولك كلف ليه من اقجر اعمل احط بياناتي عندك وادفعلك في الشهر مثلا 10.000 دولار 20.000 دولار بدل من ادفع حتى ايه واحد طب احنا النهاردة كان معلومات كتيرة جدا مش للجهات الحكومية للجهات خاصة كانت بر بردو بيانات مصرية طبع انت النهاردة لما بقى عندك هذا المركز الحياة الرئيس النهاردة مش افتتح مركز واحد تلات واحد سحابة او حوسابة سحابية خاصة ومركز تاني حوسابة سحابية عامة وواحد بكب طب ايه الفرق بين ده وبين ده طيب ممكن استأذن ان هذه الفروق افهمها بعد الفاصل يعني الخاصة والعامة صحي كده والتالت ده الاحتياطي ده الاحتياطي هروح للفاصل ونرجع فورا مع دكتور عبدالوهاد يشرحين هذا الكلام بالغ الاهمية استنوا بك موسيقى سحابة واحد وعليفين سحابة بدايته بدايته طيب خلونا نجدد الترحيب بدكتور عبدالوهاد جنيم خبير التحول الرقمي ونائب رئيس الاتحاد العربي الاقتصاد الرقمي بجامعة دول العربية وطبعا مستشار كولية كامبرج الدولية البريطانية ما بين العام والخاص والاحتياطي ايه احنا الكلاود كمبيوتر في العالم تنقسم تبقى لطريقة بناءها لتلات انواع وتبقى لطريقة تشغيلها بتلات انواع طريقة بناءها اعمل كلاود خاصة كلاود خاصة وزارات الداخلية والخارجية في العالم كله ما بيشتغلوش على انترنت ليه؟ لان انترنت قابلة حتى لو واحد في المليون لأعمال الكرسانة اي جهة عايزة سيكيوريتي 100% لازم تاخد كلاود خاصة يعني ايه مغلقة على نفسها طب الحكومة عملت ايه عندنا لما الحكومة انتقلت ليه العاصمة الادارية الجديدة بقت حكومة تشاركية كل الحكومة بتتشارك في داتا بيز واحدة حلو فرحوا عاملين شبكة مغلقة للخمسين الف موظف اللي موجودين هناك هم بس اللي يتبادلوا معلومات مع بعض كموظفين او جهات حكومية تتبادل مع بعض مش مرتبطين بالانترنت خالص اذا ضمنت انت مبدئيا كل المتطفلين والهاكرز والكراكرز ما يش هيدخل على الشبكة لانه ما عندوش اكسس ما عندوش ايه وسيلة اتصال لها دي اهم نقطة طيب انت بقى وانت عامل الهايلماندا كله عشان تخدم الخمسين الف ولا المئة الف لا انت عاستخدم المئة وعصفة ميلون مواطن روح تعامل حوسبة اخرى سحابية بابليك عامة اللي مين بقى للمواطنين المصريين في كل حتى من اول الوقت الجديد لسينة لجنوب للشمال حلو دول عشان ايه؟ عايز ياخدوا خدمات الحكومة طب الحكومة عملت ايه؟ الحكومة من قبل ما هي الحكومة ماشية بالتوازي في مرحلة بناء هذا المركز كانوا بيعملوا اعادة هندسة وغربلة كده بالبلدي لكل خدمات الحكومة بقى ياخدوا كل خدمة يخلوها مميكنة على الكمبيوتر ويحطوها على السيرفرات اللي قلنا اكتر من الف دولار وعايز يديها للمواطن فانشأ حاجة اسمها منصة مصر الرقمية وقال للمواطن سجل في المنصة اول مرة بس حط رقمك قومي واختارلك كلمة سر كل ما تكون عايز خدمة ده ادخل على المنصة مجانا ده ادخل رقمك قومي حط كلمة سر حتتفتح لك المنصة اهلا يا استاذ يوسف عايزي عندك مية وسبعين خدمة والله عايز اجدد ترخيص السيارة عايز اجدد مش عارف ايه عندي قضية عايز احجز في الشهر العقاري كذا مية وسبعين خدمة وكل شوية بنزيد بنزود صحيح طيب هنا ليه بقى دي تحطت حوسابة مفتوحة بالانترنت لان اللي قاعد في الوادي الجديد مش هوصله وانا كابلات دي بقى عامة ودي الى حد كبير ما فيهاش حاجة اوي تخاف عليها ورغم ذلك متأمنها هي متأمنها تماما طبعا بس على الاقل ايه مش بيانات الحكومة الاكثر سرية طبعا زي المغلقة طيب ده ده موضوع قوي جدا طيب الريس عايز يعملي النهاردة احنا عملنا استثمارات بالمليارات طب ما يا اهل الخير يا شركات قطاع خاص اللي شغالة في مصر ما كنتوا عاملين استضافة لبياناتكم وخدماتكم بره طب ما تجيبوهم عندنا وبدل ما تدفع بره ادفع هانا اولا بقت جوا حدود بلدك لأي يعني يعني اضطرابات جيوسياسية وا 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 صحيح بقت جوا بلدك وفي نفس الوقت عندنا احنا نفس الخدمات وربما ارخص يعني اظن زي ده مليون في المي ده مليون في المي طب احنا بنقدم ايه بقى احنا هنا قلنا عندنا سحابة خاصة وصحابة عامة وصحابة خليط جزء منها كده وجزء منها كده جزء البيانات السرية قوي خليها بخاصة البيانات العامة خليها عامة احنا هنا الوقت عندنا خاصة وعامة وخليط طب طبقا لنوع الخدمة بقى اقول لك ايه انت عايز ايه شركة اقول لك انا ما عنديش سيرفر خالص ومش عايز اشتري اقول له انا هوفر لك سيرفر عندي انا عايز operating system windows وانا عايز وانا عايز linux اجيب لك واحد يقول لك انا عايز نظام شؤون الموارد البشرية واحد يقول لك عايز نظام تحليل البيانات واحد يقول لك انا عايز نظام المشتريات نظام المحاسبة نظام خدمة العمل كل واحد بيطلب application انت اتوفرها له طب انت بتوفرها له ما انت هتدفع ملايين هتقول له اه بس انا بوفرها لك بعمل معاك عقد ان كل خدمة انت بتطلبها مني سعرها كذا سي ان انت مؤسسة عندك الف موظف بديك الف كلمة سر للموظفين بتوعك وديهم اكسس طريق الدخول على البيانات بتاعتك انت الوحدك وحسبك بقى على حسب الدخول والمدة يبقى انا كاني هنا ايه وفرت عليك انت كمؤسسة بدل ما تروح تعمل مبنى وتشتري كمبيوتر وتعين ناس تشغلها وتجيب اكتر من مصدر طيارك اوربائي وناس لامن سرية المعلومات وتطبيقات وغيرها فانت هتقاوت سورس دل المركز ما هي كده قاوت سورسنج لكل الناس بس انا بوفر لكل واحد احتياجاته وبنقول اي بي از يو جو بتدفع على قد استخدامك بس بس انا ضمن لك بيئة مؤمنة تماما وكل طلباتك مجاب يمكن انت مؤسسة بادئ بألف موظف بعد السنة سنتين ثلاثة باية عشر تلاف موظف بكبر معاك اصغر معاك ما هي بقى هنا ايه في مرونة اذا انت بقى عندك النهاردة مركز في مصر بيخدم الحكومة وتوسعاتها المستقبلية بيخدم المدن الزكية الجديدة كلها بيخدم المسروعات الجديدة اللي عندنا اهم ما يميزه بقى ان في تحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الزكية الاصطناعية ما كانش عندين طب واحد يقولي انا بستفيد منها ايه انت النهاردة بقت على مستوى المحافظات زي مثلا معالي وزير الصح لما كان بيقول انت النهاردة بتقدر تعرف من خلال البيانات اللي موجودة في محافظة بتقدر تحليلها تقول اه والله المحافظة دي مثلا بعتشرع عليهم فيها غسيل كلا كتير اقول انا اقول اه لا ده محتاجين مركز غسيل كلا صح ممكن محافظة تانية بيعانوا من 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 زيادة عدد اسرة اذا انت كان زمان بتعمل ايه انت بتاخدها كده بالبركة او تقعد تعمل كشفات وتشوف ايه بيادة بتعتمد على بيانات ورقية ويدوية وعلى فكرة اللي عمل الغسيل كلا ومسلا في محافظة ممكن بعد شوية يتحسنه يبقى طلباتهم اخرى غير قد تكون لان انت التحليل البيانات الضخمة دي انت بتتعامل بقولنا ايه 40 بيتا بيت طيب انا امكن اخر حاجة هاسعلي لها دكتور هل هذا المركز هيمكنني من انه يبقى فيه عندي تربة خصبة بيئة خصبة لنمو شركات التعهيد اللي تقدر تاخد شغل من الاقليم او خارجه على حسب قدراتي وقدراتي طبعا احنا انت حاج فتحت النقطة اللي انا كنت لسه هتكلم حلو اولا الاوت سورسنج ده بقى ترند علامي احنا زي ما قال الوزير الاتصالات احنا كنا بندخل ما يقرب من 9 مليار من الاوت سورسنج اولا احنا عندنا موقع جغرافي فريد من نوع صحيح احنا الانترنت بشكل عام 90% من 90% ل95% منها ينقل في العالم كله عبر الكابلات البحرية في المحيطات والبحار حلو طيب احنا بقى كموقع مصر 90% من البيانات المنقولة من اسيا الاوروبا والعكس بيمر عبر قناة السويس لاني بتيجي بمحيط الهيندي تدخل البحر الاحمر تمشي من عندنا تطلع على الاوروبا والكابلات دي على فكرة كل ما تعدي على دولة يتبقى مثلا ماشية كده تقوم عاملة وصلة فرعية بنقول عليها هب او نقطة انزال عشان تنزل البيانات للدولة دي وتاخد منها احنا في مصر عندنا اكتر من نقطة انزال نسوى على البحر الاحمر او البحر المتوسط المتوسط لكن الميزة ان البيانات اللي عندك في العالم كله جهيالك بحكم موقعك جوراف اسيا اوروبا بيعدي عندي تساوين في المتحدة اسيا اوروبا اللي رايح امريكا بعد كل الهات المتحدة وهكذا واللي جاي من اوروبا كله رايح كده وطبعا في كبلات بتدي من شرق اسيا لغرب امريكا لكن لا نقصده احنا موقعنا زي ما قال في خمط رئيس رهيب يعني طيب احنا النهاردة بنعمل ايه انت لما تعمل مركز زي ده فتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار انت بتعمل مركز كبير عدة مليارات من الدولارات مليون في المية شركات المالتي ناشنال الكبيرة ما بتعملش مثلا لو هي امريكانية اوروبا بتعملش في امريكا بس لا بتعمل في امريكا وفي اوروبا وفي الميدل اس لخدمة المنطقة انت النهاردة جلبت استثمارات تدخل في المنطقة الاقتصادية في خناة السويس انت مش بس فتحت فق فرصة انت بدأت توطن هذه الصناعة انت بقى النهاردة وهيجيب مهانسين من ايه هياخد مهانسين من عندك فنيين من عندك هياخد قهرابة من عندك هياخد صوفت وير من عندك هيشجع الشركات الناشئة من عندك اللي هي تعمل البرمجيات اللي هو عايزها دي اول نقطة في مجال تطوير البرمجيات مش هطول لكن احنا حتى في الاوتسورسنج احنا النهاردة مراكز التعهيد في مجالات الكول سنترز احنا متفردين بعد الهند اللي واحد يقولك مش معنى انت في المنطقة احنا عندنا كليات الالسن والاداب بيطلعوا ناس بيتكلموا حوالي عشرين لغ فكل الشركات اللي في اوروبا جابوا الاوتسورسنج مراكز الكول سنترز حطوها في المعادي والقرية الزكية تبليه هتوفر ربع التكلفة عنده طبعا وعندك انترنت سريع زمان ما كانش يقدر يجيبه عندك كانش عندك انترنت يعني كان ممكن واحد يقولك الوب فرنسا ترد عليه بعد دقايق لا انت النهاردة عندك انترنت سريع طب دي كلها بتوفر يعني مئات الالاف من الفرص بس زي ما قال ايه الريس انت عندك مستوى واحد واثنين وثلاث مستوى الاولاني ده اللي بياخد تلاتة اربعة تلاف دولار مش وحش مستوى التاني عشر عشرين احنا عايزين ندخل في مستوى التالت اللي هو المئة الف دولار وانت طالع معاي حركة طب هذا الكلام بقى محتاج الاهتمام بالتعليم التكنولوجي الرقمي اوكي واخد بال حضرتك التوسع في الكليات الزكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والجامعات الرقمية تماما ثم تاخد الموهوبين منذ طفولة بقى تاخدهم كده تنشئهم نشأة رقمية علشان يطلع لك ناس زي يعني اساطير التكنولوجيا المعلومات الزكاية في العالم وده منطقي في مصر انا بشكرك جدا 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 دكتور كل الشكر لحضرتك والله نورتيني وشرفتيني وسعيد جدا نورتنا النهاردة ومصر بخير لان النهاردة يوم سعيد على حقيقي 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 اشكركم جدا 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 مرة تانية وطبعا كل الشكر الدكرة عبدالوهاب غنيم ويمكن خلص الكلام صحيح لا هو خلص في الحلقة دي بس لكن ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجو رقم عشرة اما احنا لو كنا لنا العمر يبقى هنقابلكم بكرا ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامة اشتركوا في القناة